موسيقى النشرة الرئيسية عبر قناة الاقتصادية الاولى معي انا مولا نسيم وهذه برز العنوين موسيقى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة كمال سيد سعيد يستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين موسيقى ولاية عامة تسطر مخططا محكما لتطوير الزراعات الاستراتيجية والحبوب في اطالي بردامج اقتصادي طموح موسيقى موسيقى مظاهرات بجونيب سويسرية تضامنا مع كفاح الشعب السحراوي وارمينيا تعترف رسميا بدولة فلسطين موسيقى أهلا بكم من جديد بداية استقبل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيد سعيد اليوم ممثلين عن المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين لنقل انشغالات الصحفيين والانصات لمشاكلهم التي تعيقوا داء عملهم سواء في القطاعين العمومي أو الخاص حسب ما أفاد به بيان للمنظمة وجاء الاستقبل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصه الدائم على أهمية فتح أبواب الحوار مع مختلف الأطراف والشركاء كما جرى اللقاء حسب ذات البيان بشكل مفتوح وتم تطرق فيه بشكل واسع إلى عديد المحاور الهامة والأساسية واجمع أعضاء المنظمة الوطنية للصحفيين برئاسة سليمان عبدوش على أهمية دور الإعلام الوطني في الذود عن مصلحة الوطني ووحدته وسيادته وفي خبر آخر أطلق المجلس العلى للشباب مبادرة هي الشباب بهدف تشجيع هذه الفئة على التسجيل في القوائم الانتخابية والتجاوب إيجابيا مع عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أطلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع من سبتمبر المقبل وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في مختلف محطات بناء الجزائر الجديدة حسب ما أفاد به بيان للمجلس واعتبر المجلس الأعلى للشباب أن هذه المبادرة تشكل فرصة حقيقية لتعزيز التواصل بين الشباب والهيئات الرسمية كما تأتي تجسيدا للتناغم والتعاون المطلوبين في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيزا للدور الذي يلعبه المجلس في نشر الوعي السياسي لدى الشباب الجزائري سطرت ولاية عامة مخططا محكما لتطوير الشعب الاستراتيجية كالحبوب ونباتات الزيتية بالتوجه نحو الزراعة الاستراتيجية وتوسيح المساعات المسقية لترفع سقف الانتاج لأكثر من مليون قنطار على مساحة تفوق 80 ألف هكتار جاهزة لاحتضان المشاريع الخاصة بالحبوب بكل أنواعه تفاصيل أكثر مع الزميلة ميرام كيدش تعمل ولاية عامة على تطوير الشعب الاستراتيجية لنهوض بالقطاع الفلاحي في إطار مخطط الدولة الجزائرية لبلوغ السيادة الغذائية حيث تتبع الولاية سياسة اقتصادية جديدة رائدة في الاستثمار في الزراعة الاستراتيجية ويتعلق بزراعة مختلف أنواع الحبوب والبذور والنباتات الزيتية حيث تروح إنتاج الحبوب هذا الموسم ما بين 50 و70 قنطار في الهكتار كما رفعت التحدي ليصل الإنتاج إلى أكثر من مليون قنطار على مساحة تفوق 80 ألف هكتار جاهزة لاحتضان المشاريع الخاصة بالحبوب بكل أنواعه التوجه نحو الزراعات الاستراتيجية على غلال الحبوب والأعلاف والزراعات الزيتية تم على مستوى الولاية ضبط ما يفوق 65 ألف اكتار يعني المجموعة الكلية للمحيطات الموجهة المستصميرين ما يفوق 80 ألف اكتار الحمد لله منها 65 ألف اكتار موجهة إلى استقطاب زيط طابع السرعة على مستوى الولاية ولضمان توسعة المساحات المسقية منحت المصالح الفلاحية لولاية النعامة أكثر من 1300 رخصة لحفر الأبارة لتعزيز المورد المائي خاصة وأن الولاية تزخر بمياه جغفية معتبرة تم منح ما يفوق ل 1300 رخصة حفر الأبارة على مستوى ولاية النعامة كذلك من بين النتائج التي برزت هذه النماذج للمستوى ولاية ناجحة على مستوى الولاية مرافقة على سبيل إصار الكهرباء الفلاحي الحمد لله للمستصميرات الفلاحية وللفلاحين حين استفادت الولاية من مبلغ هام سنة 2024 من 31 مليار سنتيم الأغلبية منهم موجهة إلى تطوير السرق الفلاحي خلال سنة الأول من سنة 2024 التوجه نحو الزراعات الاستراتيجية ودعم الفلاحين بتوفير العقار الفلاحية ومرافقتهم ميدانيا برنامج إقصادي طموح تراهن عليه ولاية النعامة ضمن برنامج يرتكز على زراعة مختلف الحبوب ترأس وزير المالية العزيز فايد اجتماعا تنسيقيا ناقش على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحذير لمشروع قانون المالية لسنة 2025 حسب ما أفد به بيان للوزارة حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات وتحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد الغير الرسمي وذلك من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرى وأيضا من خلال تعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك تتجهز السلطات وبخطوات متسارعة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب والصهري على تحقيق الأهداف المرجوة في القريب العاجل نظرا لأهمية الماء الشروب خاصة في فصل الصيف تقرير سار علالي ضمانا للسجر الحسني للخدمة العمومية الخاصة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب نصب وزير الموارد المائية طهد البال أمس خلية اليقظ والمتابعة على مستوى دائرته الوزرية عبر كامل التراب الوطنية كما ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أيضا اجتماعا للحكومة تناول فيه الموضوع وذلك بعد استعراض مختلف التدابير المتعلقة لتعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب ولأنه يكتسي طابعا مهما وحيويا تولي الدولة الجزائرية أهمية قصوى للموارد المائية في ظل التغييرات المناخية وتذبت بسقوط الأمطار وفي وقت يزداد فيه الطلب أيضا على هذا الموارد الحيوية تحقيق الاكتفاء في مجال المياه يبقى هاجسا يؤرق دولا عدة وعلى هذا الأساس تسعى الجزائر إلى تثمين هذا القطاع وحماية مصادره وتنوعها ليبقى الاستخدام العقلاني وترشيد استغلال الماء حجر الزاوية في الحفاظ على هذا الموارد الحيوي وضمان استمرار التزود به كشف المدير الفرعي لحماية الأملاك الغابية بالمديرية العامة للغابات سعيد فريطاس عن رفع درجة التأهب عبر عمل استباقي لمصالح الغابات مع 24 قطاعا أقول وزاريا ومؤسسة وطنية بجانب التجهز بطائرات الدرون للتصدي لحرائق الغابات نوريلي قيل عراشي والتفاصيل المديرية العامة للغاباته بالشراكة مع 13 قطاعا وزاريا و11 مؤسسة وطنية بالإضافة للمجتمع المدني انطلقت كلها في عمل استباقي واستشرافي للرفع من حالة التأهب والتنسيق فيما بينها بهدف الوقاية من حرائق الغابات عبر تطوير استراتيجية وطنية تقوم على التنويع من وسائل التدخل والرفع من دراجة اليقظة والإنذار المبكر والتدخل السريع للوقاية من حرائق الغابات وسائل المستعملات في مكافحة الحرائق لسيق حرائق الغابات الأدغال والأحراج وحتى المحاصيل الزيرائية مهم جدا أن تدعم الأمكانيات البشرية والمدية المدية سواء كانت أمكانية برية من شاحنات إخماد بمختلف الأحجام وبالإضافة إلى طائرات الإخماد بمختلف أنواعها سواء كانت البيميتين، الأيركرافت 120 أو طائرات الهلكوبتر هذا وتحرص مصالح المدرية العامة للغابات على تنويع التجهيزات ووسائل التدخل والتي من خلالها يتم رفع الجاهزية والفاعلية لمكافحة حرائق الغابات ومن بين التجهيزات التي تم رصدها ولأول مرة طائرات الدرون لمراقبة الغابات الأكثر عرضة للحرائق كون أن هذه الطائرات تملك فعالية كبيرة في رصد ومراقبة المساحات الغابية كذلك في عملية الاستطلاع أو عملية الحراسة خاصة تقنيات الدرون أو تقنيات طائرات بدون طيار مهمة جدا لعملية الحراسة هذا يكون حيث في التعرف والوقوف على الحرائق عند النشوبها منذ شهر جنفي المنصرم ومصالح المدرية العامة للغابات تتبنى إجراءات وقائية من بينها بناء وترمم أبراج المراقبة فتح المسالك الغابية إنشاء عدة نقاط للمياه شق الخنادق المضادة لحرائق الغابات في مختلف المساحات الغابية إضافة إلى تجنيد الأرتال المتنقلة لسيما على مستوى الولايات الأكثر عرضة للحرائق تشهدوا ولاية ورقل اختلالا في توازن المنظومة البيئية بسبب العديد من المتغيرات الطبيعية والبشرية لسيما بعد تراجع الاهتمام بواحات النخيل وتعروض البعض منها للحرائق لذلك دعت محافظة الغابات إلى ضرورة تكثف جهود مختلف القطاعات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لمكافحة هذه الظاهرة والتخفيف من أثار الجفاف بالمناطق السحراوية التفاصيل في تقرير الزميلة فتح النقاش وعرض بعض المقترحات والحلول الاستعجالية من أجل مواجهة ظاهرة التصحر التي باتت تهدد العديد من المناطق الصحراوية هو ما تسعى محافظة الغابات لولاية ورقل إلى تحقيقه وذلك من خلال تصطير مخطط عمل استعجالي لإعادة التوازن في المنظومة البيئية حيث تعود الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة إلى تراجع الاهتمام بواحات النخيل وتعرض البعض منها للحرائق خاصة خلال السنوات الأخيرة وكذا غرس أشجار لا تتلاءم مع البيئة الصحراوية لذلك تعمل محافظة الغابات لولاية ورقل بالشراكة مع مختلف القطاعات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على تعزيز الولاية بمشتلة جديدة لإنتاج ما يزيد عن 100 ألف شجيرة من 13 صنفاً يتلاءم مع الطبيعة الصحراوية التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة والجفاف إضافة إلى إعادة الاعتبار لواحات النخيل القديمة وتوسيعها عن طريق إنشاء محيطات عائلية صغيرة بجوار التجمعات السكانية وإعداد خريطة تحديد المراعي واستغلال الأراضي في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية كما تعمل من جانب آخر على تشجيع البحوث العلمية والاستعانة بالتقنيات الحديثة من أجل تحديث البيانات والمعلومات المتاحة عن المناطق الصحراوية ودرجة التصحر من أجل مكافحة التغيرات المناخية وتداعيتها على البيئة الاقتصادية والاجتماعية ينظم مركز البحوث القانونية والقضائية تحت إشراف وزير العادة الحافظ الأختام عبد الرشيد طبي يومين دراسيين حول موضوع مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024 وذلك بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة يومي 22 و23 من جوان الجاري ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تدارس الأحكام الرئيسية الجديدة التي تضمنها أقول التعديل الأخير الوارد على قانون العقوبات وسيحضر هذه الفعاليات 180 مشاركا من بينهم قضاة المحكمة العليا إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل قضاة الجبهات القضائية ضباط الشرطة القضائية محامون وأساتذ جمعيون انطلقت مستظاهر التضامنية مع القضية الصحراوية والكفاح المشروع للشعب الصحراوي بساحة الأمم المتحدة أمام مقر مجلس حقوق الإنسان بجونيف التظاهر دعت إليها جمعية بنات الساقية وعرفت حضورا لافتا للجارية الصحراوية والمتضامنين مع كفاع الشعب الصحراوي ورفع مئات المتظاهرين لافتات تدعو مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إطلاق صراحي السجناء السياسيين الصحراويين القبيعين في غياه بسجون الاحتلال المغربي وطلب المتظاهرون بحماية المدنيين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وحضر هذه التظاهر معتقلون صحراويون سابقون بالسجون المغربية كما حضرها ممثل جبهة البوليزاريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجونيف أبي بشراي البشير الذي ألقى كلمة بالمناسبة مشددا على ضرورة حل القضية الصحراوية وفق القانون الدولي أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية اليوم الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدما نحو السلام في الشرق الأوسط مشددة على أن الوضع حارج في غزة حسب ما فد به بيان للوزارة وأكدت جمهورية أرمينيا احترامها للقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب وأنها تعترف بدولة فلسطين وبهذا تنظم أرمينيا إلى كل من سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا والتي أعلنت الشهر الماضي اعترافها بدولة فلسطين ما يرفع عدد الدول المعترف بها إلى 149 من أصل 193 دولة بهذا مشاهدين ناتي وياكم إلى طيوراق النشرة إلى التذكير بأهم عنوينها مستشار رئيس الجمهورية البوكلفي بالمديري العام للاتصال برئاسة كمال سيدي سعيد نستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية لصحفيين الجزائريين ولاية عامة تسطر مخططا محكما لتطوير الزراعات الاستراتيجية والحبوب في إطار برنامج اقتصادي طموح مظاهرة بجونيف سويسرية تضامنا مع كفاح الشعب الصحراوي وأرمينيا تعترف رسميا بدولة فلسطين شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة أمسي طيبة إلى اللقاء